السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة في هذا الفيديو نريد أن نفند إشاعة انتشرت مؤخرا بأن ألمانيا ترغب بعمل قانون جد متشدد للجنسية الألمانية لماذا أريد أن أعمل هذا الأمر؟ لأن أصدقائي هذا اليوم في الصباح عندما رجعت الحمد لله من المغرب من إجازتي في المطار التقيت بأحد الأصدقاء والأحبة هناك في المطار هو طبيب دكتور من دولة سوريا الحبيبة لاجئ يعيش في ألمانيا تقريبا شي ست سنوات ويشتغل في أحد المستشفيات وكان أيضا يرغب السنة المقبلة بالتقديم على الجنسية الألمانية لكن عندما التقينا وبدأنا ندردش وهو يتابع القناة وتحية له وتحية إلى كل المتابعين الأحباء في كل مكان يعني بدأنا ندردش قال لي بأنه سمع خبر مخيف شيئا ما هو أن الحكومة الألمانية تعمل على عمل قوانين متشددة بخصوص الجنسية وقال بأنه ألمانيا سحبت من 300 شخص الجنسية الألمانية وهو يعني ليس بالشخص السياسي لا يتابع السياسة كثيرا لأنه يهتم فقط بعمله أقلقه هذا الأمر لأنه مقبل على الحصول على الجنسية وقال لي بأنه هذا الأمر أقلق عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين وأخافهم جدا لأنه سمعوا بأنه ألمانيا تعمل على قوانين متشددة الأمر كله كذب وإشاعة لا أساس لها من الصحة ولا تصدقها أصدقائي القضية وما فيها وقضية 300 شخص التي سحبت منه الجنسية قضية مبالغ فيها بشكل رهيب عندها أهداف أنا لا أعرف الموقع الذي نشرها الإشاعة الكاذبة لا أعرف الصفحة التي نشرت هذه الإشاعة الكاذبة لكن الأمر كاذب التفاصيل ما يلي ألمانيا تعمل بقانون الجنسية الجديد منذ سنة 2009 ونحن الآن في سنة 2019 في ضرف عشرة سنوات في ضرف عشرة سنوات من 2009 إلى 2019 سحبت الجنسية الألمانية من 300 شخص يعني في ضرف عشرة سنوات سحبت الجنسية من 300 شخص لأنه هذا 300 شخص تم التأكيد على أنهم قدموا أوراق مزورة حول جنسيتهم حول تاريخ ميلادهم حول البلد التي أتوا منها وبتلك الأوراق المزورة حصلوا على الجنسية الألمانية عندما تأكدت ألمانيا بأن هؤلاء الأشخاص يزورون أوراقهم سحبت منهم الجنسية لكن أصدقائي كم شخص حصل في ضرف عشرة سنوات على الجنسية الألمانية إذا كانت سحبة الجنسية الألمانية في ضرف عشرة سنوات من 300 شخص فممكن أنه 300 ألف شخص أو نصف مليون شخص 500 ألف شخص أو ربما مليون شخص حصلوا على الجنسية الألمانية فلماذا التركيز دائما على النقطة السوداء في الورقة البيضاء الورقة البيضاء ها هي عشرة سنوات في ألمانيا حصل 300 ألف شخص على الجنسية أنا ليست عندي الأرقام كي أقول كم شخص حصل على الجنسية الألمانية في ضرف عشر سنين لكن يمكن أن يكون الأمر واصل إلى 300 ألف أو حتى 500 ألف شخص حصلوا على الجنسية الألمانية فبدل التركيز وأن ننشر الوعي والأمل ونفرح الناس بأن عدد كبير حصلوا على الجنسية نركز فقط على النقطة السوداء 300 شخص نركز على هذه النقطة السوداء في الصفحة البيضاء ونقوم بتضخيم تضخيم تضخيم الموضوع وننسى جمال ونقاء وصفاء هذه الصفحة البيضاء الجميلة ويتم التركيز فقط على هذه النقطة كي تلاحظون بأن المواقع التي تأخذون منها أخباركم مواقع يعني تحاول عندها نية سيئة وتحاول استغلالكم وتحاول نشر الأكاديب ونشر التخويفات لأمور بسيطة جدا النقطة صغيرة 300 شخص صحبت منه الجنسية بدل التركيز على كم شخص حصل على الجنسية فحداري حداري من المواقع التي تحصلون منها على أخباركم أي موقع لا يعطيكم المصدر فلا تصدقوه ولا تتابعوه وإذا كان هناك أي شيء يخص الجنسية الألمانية كانت هذه القناة أول قناة سوف تنشر لكم الخبر بالتفاصيل الموتوقة وبالمصادر وأظهر لكم بالصورة وأشرح لكم كي تفهموا أصدقائي لذلك لا تخافوا ولا تقلقوا ألمانيا لا تعمل أبدا على تغيير قانون الجنسية إنما ترغب فقط بتمديد الفخيست الفترة هي عندهم في القانون فترة خمسة سنوات هذه الخمسة سنوات عندما يحصل الشخص على الجنسية الألمانية عنده فترة خمسة سنوات يمكن أن يسحبوا منه الجنسية إذا تأكدوا بأنه قام بالتزوير الآن يرغبون فقط بتمديدها وجعلها عشرة سنوات يعني في ضرف عشرة سنوات إذا حصل الشخص على الجنسية حتى بعد مرور عشرة سنوات يمكن أن يسحبوا منه الجنسية إذا تأكدوا أنه مزور ومن حق الدولة الألمانية أن تعمل هذا الأمر أصدقائي لأن الدولة الألمانية دولة عادلة دولة قانون تعطي لك شروط بأينز تشتغل عندك سياسي ملفك نظيف عندك سكناك الخاصة بك إلى آخره تستطيع أن تقدمها على الجنسية الألمانية هي لم تكذب عليك لكن من كذب ومن ينافق ومن يزور بطبيعة الحال من حق الدولة الألمانية أن تسحب منه الجنسية والأمور العادية الأخرى كلها نعرفها من يعمل جرائم من يشارك في حروب من يقتل الأبرياء من يذهب إلى جماعة إرهابية إلى آخره هذه الأشخاص تسحب منهم الجنسية وتلغى منهم فلا يجب أن نركز دائما على النقطة السوداء في الصفحة البيضاء يجب أن نعطي للناس الخبر الصحيح كان إيجابيا أو كان سلبيا لكن لكن نشرح لهم لأنه نتكلم مع عقول نييرة مع ناس دكية ولا يجب أن نحاول استغباء الناس ونركز على 300 شخص سحبت منه الجنسية ولا نحكي لهم أن أكثر من 300 ألف شخص حصلوا على الجنسية لذلك لا تخافوا ولا تقلقوا ستحصلون إن شاء الله على جنسيتكم وإذا لم تحصلوا على الجنسية ستحصلون على الإقامة الدائمة ولا يوجد أي قوانين متشددة لتغيير الجنسية الألمانية ارتاحوا وتعلموا ودرسوا وسيروا في مصاركم أنتم الآن في الطريق الصحيح وفي المصار الصحيح من أجل الاستثمار في إيدتكم وتعلموا بشوش عليكم اللغة الألمانية وعملوا أوسبلدون واشتغلوا واندمجوا أرسلوا أطفالكم إلى المدارس ولا تقلقوا هناك طبعا قوانين متشددة تخرج ونشرحها لكم وهناك أيضا قوانين جميلة وجيدة تخرج نشرحها لكم لكن لا يجيب فقط التركيز على نقطة سوداء ونترك الأمور الجيدة أصدقائي شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء